شهد قضاء الإصلاح في محافظة ذيقار نزاعاً عشائرياً مسلحاً أدى إلى استشهاد مدير استخبارات المحافظة والقبض على أكثر من مئة من المتهمين التفاصيل في هذا التقرير ساعات عصيبة مرت على قضاء الإصلاح شرق محافظة ذيقار شهدت استشهاد مدير استخبارات ذيقار بعد أن تجدد نزاع عشائري بين عشرتين في القضاء استهدمت فيه أسلحة متوسطة وثقيلة وحتى الهاوانات أرضى مدير استخبارات ذيقار العميد أبو ماهر عزيز الشامي إلى إطلاق نار في منطقة الإصلاح نتيجة شجار عشائري مما أدى إلى استشهاد هذا البطل الذي قارع النظام البائد بكل قوة وشجاعة يعتبر الشهيد حقيقة رمز من رموز القوات الأمنية في محافظة ذيقار تشيع رسمية شاركت به الحكومة المحلية وقيادات أمنية بعد ليلة مظلمة خاضتها القوات الأمنية لتتمكن بعدها من دخول القضاء واعتقال أكثر من 150 متهمة لتفرض حظرا للتجوال في القضاء فيما أكد شيوخ عشائر ومراقبون دعمهم الكاملة لفرض هيبة الدولة وحصر السلاح المنفلت ونحن الآن نطالب الحكومة المحلية ودولة رئيس الوزراء بأخذ القصاص من الجنات الذين ارتكبوا هذه الجريمة بحق هذا الإنسان البطل المجاهد الذي خدم محافظة ذيقار لطيلة أعوام وسنوات ونحن مع الدولة في تطبيق القانون وفي تطبيق العدالة وضد الخارجين على القانون اليوم الدعوة إلى الحكومة الدعوة إلى أصحاب العقل إلى بسط الأمن وتغليب لقتل العقل نفقد شخصيات مهمة الهباع وقيادات مهمة ممكن أن يكون الهدور في حفظ الأمن واستقرار الأمن نتيجة اجتداد النزاع واستمرار أطلاق النار الذي تواصل لساعات عدة قيادة الشرطة تستعين بقوات التدخل السريعة للسيطرة على الأوضاع هناك كما أن الأوضاع تطورت وأدت إلى احتراق العديد من المنازل والممتلكات العامة التي تعود لطرفي النزاع من ذيقار سعد الركابي قناة الفلوجة